السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لبنت درت الجاج في الكوشة بصحب الجلده تقريبا راكم شفتوني في طيب التاعي ما نستعملش الجلده الي هنا نقوله بسم الله اول حاجة عندي الجاج نقيته وغسلته منيح منيح بالماء والخل واللي هنا عندي الخضراء يعني وش حبيتي تديري عندي كيتشوب عندي ماستر عندي زيت زيتون عندي سويا سوس وما هيش إجبارية إلا ما كانش ديري مغرفة عسل والهيك التوابل عندي ففل لكحل عندي ملح عندي فلفل عكري عندي الكاري عندي الكمون وشوية زنجابين والخضراء ضروري انك يكون فيها البصلة والثوم وفلفلة طماطيش والقصبر المعدنوس هذوك اختياريين الي هنا راني بدلت اليانا جبت واحدة كبيرة والجاج كون ديرا في القاعدية ديرا حطا سويا سوس راني نحيتها باش نعاود معاكم من اللون حطيت التوابل تاعي حطيت شوية سويا سوس حطيت شوية زيت زيتون تقدريت تعاوضي هذيك لاصوس بمعرفة عسل شوية كاتشوب ثانيك الكاتشوب ماهيش إلزامية واللي هنا شوية ماسترد لموتارد من غير فا صغيرة اللي هنا حطيت شوية قصبر معدنو صغيرة لجل باش نكهولي الجاج تعي حبت الطماطيش اقسميها فلفل اللي هنا عندي ملونة تقدري تديري الفلفل الخضراء فلفل حار زوج حبيبات تعبص لصغار وسنين التحثوم يعني حاجات سهلة مشي لازم من الجاج كما احنا ينعرفوا بلي بزاف نطيبوه سوى بططا كوشة ولا محمر طول في الكوشة يعني نطيبوها في الماء بالتوابن وبعد نحمروها نو هذي جيبنين بالبزاف وسهلة وما فيهاش تمارا اللي هنا هذي حبت القارس نعصرها نعصرها على هذك الجاج اللي ما عندوش القارس يدير مغرفتها خل وحنا البنات رانا نورو هذو لي فيديوز عمام مشي واحدة لازم تكون بروفسيونيل في الكوزينة هذو كلي جران شيف انا الحمدولله الديبلومتاعي تعلقاط بديتو من تكوين تاقص البوخاري والديبلومتاع طياب بديتو كنت نخدم عاملتي كاتريين كتاليانية من 2001 والحمدلله يا ربي خدمت معي جران شيف حاسي مسعود شي 14 سنة وانا ثمك اللهم صليع الحبيب بخاسك لي ديبلومتاعي كامل من ثمك وحويج بإمكانيات ساهلة وخفيفة تقدري تعجبي يعني كيما لابات تعلقاتو تقدري بات واحدة تديري بها 66 نوعقع المهم لهنا سكرفجنا الثوم نخلط هذا الكيس كامل مع بعضه ونغطيه ونخليه في الفريجيدر انا في الحقيقة هذه نعني نفط الصباح الكيس تعلقه واحدة وجمعت هذا الشي خليته تحت ثلاث سوايع يعني مثمنياتها صباحية في الفريجيدر حتى وقت الفطور باش جبتها من الفريجيدر هذه اللي عندها الكركم الكركم ثانيك راح مليح في الماكنة انا نسيت باش نقولكم بلي ثانيك الكركم ديرت اللي عندها زعفران بسح الجيج معروف لازم له الزنجبيل والكمون الكمون برك ما تكثروش بس كلا كثرتو الكمون في طياب يرجع بالمرارة هكا نقينا القدرة نغطيها ونخليها في الفريجيدر حتى وقت الغداء ونجبدها اللي هنا يا كملت شغالي كملت سوالحي شعلت الفرنه التاعي يسخن وجبت هذك الجيج من الفريجيدر حطيه في اي سنيوة عندك مشي لازم سنيوة بهذه تقدري كارية تقدري هذو كل كيما هذي تعز جيج تطيرها في الفران اللي حبيتي انا اللي هنا دخلتهم في بعضهم باش باش تجيني فيه لاصوس يعني معطيت لهم شلي سباس الجيج باش تجيني هذيك لاصوس هذيك اللي نحتاجها رح نمرق بها الروز هذوك التواب اللي بقى ثانيك نهبطوهم يعني ما نضيعو حتى حاجة نغطيه بورق الطاهي وفوق الأنمينيون اللي دارت في حاجة تعز جاج رح بالمخطأ تعز جاج وتحط في الكوشة التاحة اللي تحب ما تكونش فيه لاصوس بزيف مت المرقة الطيبوب لا تغطيه بصح يجيك ناشف ضروري انك تغطيه ولا لاصوس كانت فيه بزيف تقدري من بعد ما تجبديه قبل ما تشعلي عليه بفران من فوق التحمر هذيك اللاصوس فرغيها كيش مشير بأه كي من ديرانيا اللي هنا ياراكي شفتي يعني دركه 50 دقيقة وعلى نار متوسطة هاهي 350 هي 160 تاعنا تاع تزير اللي هنا بعد ما طابلي جبته من الكوشة التاعي انا هذيك اللاصوس نحطها في بول بسكني دارة الروز باش نحطها للروز ونخلي الجاجتاعي فسني وتوش بتوبرق من فوق مندله حتى اضافات ان شاء الله عليه الفران من فوق وخليه يحمر ولا يتحمر ولا يولي حمر المهم كل واحد ذو اللغات تاعه شوفي الاصوس جيت فيه الله يباركو الريحة والله ما نقولكم حاجة ما شاء الله اللي هنا انا مفرغ السوس تاعي وانتو ما لاحبيته كي مرة اخشوه في الكوشة تاعكم شوفي الله يبارك كيفاش يبدل لون تاعه يتبدل اللي هنا بعد ما رجعته للفرن وبعد ما نحيت منه هذيك اللاصوس شوفي كيفاش خرج حاجة تشهي الله يبارك وفيديو خفيف ساهل ان شاء الله يا ربي يعجبكم ما فيه لتامارة ما فيه ولو حاجة تعضياف تععشة تعغدا كما حبيتي ان شاء الله برك الفيديو ويعجبكم وتجربوه على بالي بلي الوصفة رح تعجبكم بالبزيف او جاطري وهشيش اللهم صلي على الحبيب هذا هي تكلوا بالصحة انا انا ان شاء الله يا ربي نلقاكم المرة الجاية بخير وعلى خير وشكرا على وقتكم شكرا